بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضرتكم جميعا في بداية اسبوع جديد العمل لم يتوقف الحكومة بتتحرك على كل الاتجاهات وفق تعليمات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاة السيسي للحكومة التي كنا نصفها حتى أمس منها جديدة الحكومة بدأت تتحرك رئيس الوزراء وأعضاء حكومته بيصلوا العمل على مدار الساعة رغم صعوبة الأجواء لكن بينتشر نهارده عندي أكتر من 7-8 جولات ميدانية لوزراء بالإضافة للجولة الرئيسية لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في المناطق الصناعية في مدينة أو في منطقة مرغم بمدينة الإسكندرية حيال نهارده رئيس الوزراء بيرافقه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير وأيضا المهندس حاسر الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فريق أحمد خالد محافظة الوزراء والسيد حسام هيبا الرئيس التنفيذي للهائي العامة لإستثمار والمناطق الحرة وعدد من القيادات التنفيذية بين الوزارتين لي وزارة الصناعة والنقل والاستثمار والتجارة الخارجية ومعاهم رئيس مجلس الوزراء الحقيقة الزيارة أو الجولة مش زيارة الجولة شملت أكتر من ستة أو سبعة مصانع في مرغم واحد ومرغم اتنين والاطلاع على المستر بلان أو المخطط العام لمرغم ثلاثة اللي شرحوا الفريق كامل وزير أمام رئيس الوزراء بشكل وضع كده الزيارة في مجملها عشان ما انتهش الخط العريض الدولة المصرية الرسمية بتضع الصناعة على رأسها الصناعة النهاردة على رأس الدولة المصرية بتوجيهات واضحة من رئيس الدولة إلى الحكومة الجديدة والدليل هو في منصب جديد استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وتكليف الفريق كامل وزير بشغل هذا المنصب ده معناها ان الرئيس بنفسه بيضع الصناعة على جدول أولويات الحكومة والدولة خلال هذه المرحلة وأعيد وأكرر ولن أمل التكرار إذا لم تنتقل الصناعة المصرية نقلة نوعية هائلة خلال فترة تولي الفريق كامل وزير فنقول بالبلد يبقى عليه العوض ومنه العوض بالتالي النهاردة اللي بشوفه جولات متتالية وتحركات واعية من الفريق كامل وزير نحو علاج المشكلات المزمنة ومحاول التدوير الزوايا مش هنقضيها كلام مش هنقضيها خطط واستراتيجيات وخطط خمسية وهنخرج من عقل الزجاجة والعصر الزهب للصناعة كل ده طلع كلام يعني فيك النهاردة احنا أمام مرحلة جديدة فيها شغل وفيها عرق وفيها تحرك حقيقي نحو هدف موضوع ويمكن قياسه بعناي ايه؟ احنا عايزين نعرف الصناعة المصرية رايحة فيه الصناعة المصرية تتحرك فيه صناعة المصرية هتشارك في الناتج المحل الإجمالي بقد ايه؟ الصناعة المصرية هتشارك فيه الصادرات المصرية بقد ايه؟ النهاردة رئيس الوزراء ومعاه نائبه للتنمية الصناعية الفرق كامل ووزير التجارة والصناعة حزر الخطيب ورئيس الهارة عمل إصمار راحوا على منطقة مرغم ويزاروا أكتر من مصنع يعني مصنع اسمه أليكس ده من أهم المصنع اللي بتنتج ملابس وغزل ونسيج في إسكندرية ومصنع دوف تصنيع منتجات الإناية بالفم والأسنان وشركة نايل لينين جروب للمفروشات والنسيج ومصنع الشركة الأوروبية المصرية لصناعات الدوائية وأيضا الشركة المصرية الألمانية لصناعة البروسلين والحقيقة رئيس الوزراء راح كمان الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج في مدينة مرغم ولقاءاته مع رأساء وأصحاب هذه الشركات بيؤكد أنه الدولة جادة في دعم القطاع الخاص الدولة جادة في دفع القطاع الخاص لكي يستمر يوسع من استثماراته وهذا بيساهم في جذب استثمارات جديدة الاستثمارات الحقيقية الواردة والقاتية من الخارج هي الضمانة الأساسية لاستثمارية الاختصاب النهاردة جولة مرغم اللي حدوك شايفينها وسيد رئيس الوزراء بيصحبه الوزراء المعنيين والحديث مع المعنيين من القطاع الخاص وزيارات رئيس مجلس الوزراء للشركة أو مصنع بهذا الشكل بمعناها أن احنا بندعم القطاع الخاص والمفروض نسلط الضوء على تحركات الدولة تجاه ملف الصناعة وتحركات الصناعة تجاه دفع القطاع الخاص إلى الأمام وفقاً لوثيقة ملكية الدولة وفقاً لقرار الدولة أن القطاع الخاص يتم إفساح المجال له لكي يصل باستثماراته إلى أكتر من 65% أيضاً النهاردة رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر